النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا لا تزال تصيب الملايين وتحصد أرواح مئات الآلاف من سكان الهند للإسبوع الثاني على التوالي حيث تخطط الإصابات 19 مليون حالة فيما اقتربت الوفيات من 210 آلاف وفاة طبقا للإحصاءات الرسمية ومع تفاقم تظهور الوضع الصحي في الهند بسبب التفشي المطرد للفيروس اضطرت السلطات لضم أطباء الأسنان لخطوط المواجهة الأمامية في معركة فيروس كورونا المستجد في مراكز رعاية مصاب كورونا بمدينة بومبي يجتمع الأطباء من مختلف التخصصات على مدار الساعة لتقييم توافر الأسرة والأكسوجين وأدوات الرعاية اللازمة لإسعاف مرضى كورونا نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين بمزيد من الأسرة المدعومة بالأكسوجين نحتاج إلى إمداد أكبر من أجهزة التهوية فإذا لم يكن لدينا الإمكانات اللازمة فلن يمكننا رعاية المرضى وستنهار منظومتنا الصحية وتبرعت عدد من الدول بمساعدات طبية لدعم الهند في محنتها الصحية حيث أعلنت الولايات المتحدة إرسال مساعدات بأكثر من 100 مليون دولار فيما أرسلت الإمارات وتايلاند معدة طبية وأجهزة التنفذ الصناعي دعما لنهند في مواجهة الوباء